السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي في قناة جوغا بوتي أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في أفضل حال اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة رائعة هذه الوصفة إن شاء الله بفاكهة البطاخ كما ترون في الصورة البطاخ من أهم الفواكه الصيفية الذي نتناوله بشكل دائم نظرا لطعمه الشهي حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الماء وكذلك يحتوي على عدة فيتامينات منها فيتامين أليف بالإضافة إلى حمد الفلوليك وفي العادة نلجأ إلى رمي القشر البطاخ دون أن ننتبه إلى أن تلك القشور لها ثوائد رائعة ومتعددة للبشرة ثوائد البطاخ للبشرة يساعد على تبييد البشرة يشد البشرة ويمنعها من الترهل يحد من ظهور حب الشباب يزيد من نظارة البشرة يحافظ على رطوبة البشرة وكذلك يقلل من إفرازات الدهون في البشرة ويعود السبب لاحتوائه على فيتامين أ كما ترون هنا أنا فقط أحتاج إلى قشور البطاخ فقط قشور البيضاء يعني الخضراء لا أستعملها فقط سأستعمل القشور البيضاء التي ترون سأقوم بحكها أو بشرها كما ترون يعني أحتاج فقط إلى ذلك الماء كما ترون سأقوم ببشرها عند الانتهاء من بشرها فأحصل تقريبا على مثل هذا الماء الذي ترون عندما أنتهي عندما انتهيت كما ترون يعني هذا هو الماء الذي استخرجه عندما قمت بحكي البطاخ بحكيه أو بشره والآن سأضيف إليه كما ترون ملعقة من الياغورت طبيعي ملعقة من الياغورت طبيعي وسأقوم يعني بمزج جيدا هذه الوصفة سأقوم بمزجها بمزجها فكما قلت في البطاخ فالبطاخ غني بعدة فيتامينات وكذلك رائع للبشرة فهو يعني يحد من ظهور حب الشباب كما يساعد على تبييد البشرة ويقلل كما قلت من إفرازات الدهون وكذلك رائع للبشرة فيعطيها نظارة نظارة مشرقة كما ترون هنا يعني قمت بمزج يعني الخليط جيدا سأطبقه على الوجه واليدين يعني فهو رائع للبشرة سأطبقه كما قلت على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يعني ثم أزيله سعمل هذه الوصفة يعني تقريبا مرتين في الأسبوع إلى ثلاثة مرات فهي وصفة رائعة وطبيعية كما ترون ورائعة للوجه وسوف تنفعكم إن شاء الله فالبطيخ له عدة يعني فوائد للوجه وصحي كذلك للوجه أتمنى إن شاء الله هذه الوصفة أن تكون قد نالت إعجابكم ولا تنسوا دائما لايك للفيديو إن أعجبكم وكذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله شكرا للمشاهدة